البرادعي الجيش ظهر نفسه بحماية الثورة والتلفزيون محرد انبارح كان وزير الاعلام موجود على احد القنوات الخاصة وقال ان اللجنة اثبتت ان ما كانش فيه اي تحريب من جانب التلفزيون المصري هو لان الدكتور البرادعي ليس من حقه ان يمنح دروسا لأحد في الوطنية انه بيتكلم الجيش المصري طهر نفسه الجيش المصري طول عمره ظهر الجيش المصري لم يتدخل ابدا في شأن سياسي وحارس طيلة السنوات الماضية حتى في ظل نظام حكم المبارك الا يقترب من السياسة وان تقول مهمته تأمين الوطن من الخاري وبالتالي الجيش المصري لم يكن ملوسا علشان الدكتور البرادعي يقول انه طهر نفسه بحماية الثورة الجيش المصري انحاز الانحياز الطبيعي اللي هو منحازه من زمان للشعب لكن الجيش المصري بكانش هيعمل انقلاب على النظام يعني مش هيعمل انقلاب عسكري ده مؤسسة لها دورها ولها اداءها لكن لما الشعب خرج من الشارع ولما الشباب خرجوا في مدان التحرير ولما الامة المصرية كلها كان فيها حالة من الغليان الجيش المصري انحاز لان هو ده الدور والموقف الطبيعي للجيش المصري الناس متصورة ان الجيش المصري بيطهر نفسه من ايه هو ملوس عشان يطهر نفسه معلش اللي بيطهر نفسه ده ممكن يكون يرتبط بالخارج ممكن يكون له عمالة ممكن يكون له خيانة ممكن يكون له كذا لكن الجيش المصري جيش طهر وجيش نظيف وبعدين لما بيتكلم عن التلفزيون بيحرط انا هنا الدكتور البرادعي في هذا التصريح لو كان هذا التصريح المنسوب لتصريح صحيح فهي سقطة خبيرة لدكتور البرادعي لأنه لما يقول أن فيه التلفزيون فيه 45 ألف فرد كانوا أبواق للنظام السابق تحولوا المتحدثين رسميين باسم المجلس العسكري أقول له عيب عليك يا دكتور البرادعي طب أنا أسألها لك حاجة التلفزيون محرد هنا يقصد أحداث ناس بيرو أحداث ناس بيرو لا هو الخبر الخبر لا الفتر هو طبعا بيقصد أحداث ناس بيرو ولكن في الخبر في التفاصيل والتصريح اللي قالوا في المؤتمر الصحفي بيقول أن التلفزيون مصري فيه 45 ألف واحد 45 ألف شغالين في التلفزيون مصري دول كانوا أبواق للنظام السابق وتحولوا الآن إلى متحدثين رسميين باسم المجلس العسكري أنا بقول له عيب عليك يا دكتور البرادعي تتهم كل الزملاء العالميين بهذا الاتهام الكاذب والباطل لو حتى واحد أو ثلاث أخطأ انت رجل عاقل بتفكر يترشح نفسك للأس الجمهورية كيف تجري حكما كاملا على قطاع واسع من الزملاء والإخوة والموظفين والعاملين والإعلاميين في مسبيلو على أنهم كلهم كانوا أبواق للنظام فيهم ناس شرفاء فيهم ناس كتير جدا محترمين فيهم موزعين عقلاء فيهم هم ونفسهم اللي بيبنوا الفضائيات الأخرى في الخارج وبيقولوا كلمة حق ما ينفحش أنك انت تقول هذا الكلام لأن التلفزيون المصري ولا مسبيلو ما هواش قطيع عندك تشتهمهم بهذا الشكل ولا تسئلهم بهذا الشكل هذا كلام غير مسئول ما كان يجب أن ينظر عن شخص المفترض أنه مرشح للرئاسة المفترض أنه يتحدث باللغة العقل لما أنا أعمم هذا الاتهام على الكل يبقى أنت رجل ظالم حدرك يعني الأضرب بتفاصيل الخبر بسيمكن من العنوان التلفزيون محرد ممكن البعض يعتقد أنه هو بيقصد قيادات التلفزيون أو لا الخبر في التفاصيل خبر في التفاصيل في المؤتمر الصحفي خمسة وربعين ألف موظف بيعتبرهم أبواق للنظام السابق مين اللي قال كده؟ ده نحن موظف زملائنا في التلفزيون كنا بنقابلهم ونعرفهم كلهم كانوا ضد أو غالبيتهم الوظمة كانوا ضد النظام السابق لم يبقى فيه توجيه معين زي ما إحدى الموزيعات قالت قالت الموزيع هو آخر حاجة في العملية العالمية بتجيلك الخبر اللي غدت عندك بالزيع ممكن يكون مواقفها مختلف ممكن يكون مواقف الموزيع مختلف لكن في النهاية في إطار الوظيفة العامة أنت بتجيلك المعد بيقدم للموزيع والموزيع بيقرأ الخبر كما هو بس مش أكتر من كده في زي تهم الناس بهذا الظلم يعني ليه؟ ليه نجور على حق الناس المصري دي هو من قسام في الوافد حول ترتيب المرشحين في القوائم الانتخابية هو أمر طبيعي طبعا أي حزب في الدنيا بيبقى عنده كوادر وعناصر كتير كل واحد طبعا بيرى أنه هو الأكدر وهو الأهم وهو الأكتر شعبية وهو أكتر جماهرية ومعليش في ناس كتير طبعا بتبقى صادقة وفي ناس كتير بتبقى خداعة في الحكاية دي وبتيجي تتكلم على أنه هو لو نزر هيكتسح بينما ممكن ما يجيبش 200 صوت يعني وممكن واحد يبقى صادق في هذا الكلام فده اللي بيعمل نوع من الصراع البعض يرى أنه أحقب أن يكون في المركز الأول خاصة أنه الانتخابات في نظام القوائم بالذات الترتيب الأول والثاني والثالث والأحاجات الرئيسية الأولى بيكون لها نصيف في الفوز لما القائمة تبقى من عشرة أو من تمانية أكيد مش كل القائمة هتنجح فهينجح منها جزء ممكن ينجح 20% منها 30% فالصراع دايما بيبقى على المركز الأولى الأول الثاني الثالث الرابع بالكتير قوي اللي بينزل بعد كده بيحس أنه هو مجرد أداة بتساعد أو رافعة بترفع القائمة علشان تنجح لكن هو عارف أنه عمره ما هينجح والعمره ما هيكله نصيب وبالتاني لو أي خلاف سواء داخل الوافد أو غير الوافد فيبقى قائم على هذا الأساس الصفحة الأولى ضغوط الكونجرس لمنع المساعدات العسكرية لمصر طبعا هو الكلام هنا بيدور حوالين فيه وفد عسكري موجود في دولة المتحدة الأمريكية الآن وهناك ثلاثة من أعضاء الكونجرس الأمريكية قدموا طلب لإدارة أوباما بيقولوا فيها ما معناه أنه لابد من ربط المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر وقيمتها واحد ثلاثة من عشر مليار دولار سنويا بجملة من الشروط من بينها أن تلاحق مصر المحاولات الاختلاق اللي بتحصل في سيناء وأن تحمل حدود وأن تتعهد بحماية التحول الديمقراطي وغيرها من الشروط وأنا أعتقد أن هذه الأمور هي أمور قديمة جديدة إذا كان بتعرض الآن عرضت في السنوات الماضية حتى في ظل النظام مبارك كانت مرفوضة في جانب كبير منها وبالتالي تكرار مثل هذه الشروط هو محاولة أمريكية أيضا جديدة للتداخل في الشأن الداخل المصري ومصر اللي كانت حتى في ظل نظام مبارك بترفض بعض الشروط الأمريكية وليس كل طبعا الشروط هي بعض النظام مبارك ترفض كل الشروط الأمريكية ولا تقبل أبدا أن يكون أحد مسيرا لتوجهاتها وسياساتها من الخارج وأعتقد أنه حتى المجلس العسكري لما قرر عدم قبول مساعدات جديدة من الخارج وعدم لجوء لصندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على مساعدات من الخارج أعتقد كان في نفس الوقت بيؤكد على أن مصر تسعى للاستقلالية وتسعى للاعتماد على ذاتها وعلى قرارها وبالتالي لا يمكن قبول شروط مهما كانت هذه الشروط دائما الولايات المتحدة بتقدم شروط يعني بتقدم كل المساعدات مشروطة الشروط صفحة ثالثة قضايا دولة تبرق محافظ أسوان من فتنة الماريناب وحضرتك يعني اتكلمت على نفس الخبر ده نعم نعم هو ده كلام هي القضايا الدولة لكن احنا يعني مش عايزين نقول أن هذا الكلام هو الحاسم للقضية وحدها احنا بنقول احتواء الأزمة هو الأهم بيننا كمصريين كمسلمين ومسيحيين لغة العقل لا بد أن تسموا فوق كل شيء لا بد أن ندرك أن مصر لا تعيش بمسلميها وحدهم ولا بأقباطها وحدهم مصر تعيش بوحدة أبنائها من المسلمين والأقباط شعار الوحدة الوطنية اللي كان شعارنا في ثورة 19 لابد أن يعود الآن لكي يصبح هو شعارنا الذي يظلل سماوات مصر ويحمي شعبها من التمزق والتفرق إدراكا مننا أن هناك من يخطط هناك من يريد إشعال الفتن هناك من يريد تأزيم الأوضاع في الداخل اللي حصل عد ما سبيره مش عاملة شباب أقباط اللي حصل عد ما سبيره عاملة عدوه متربص قادم من الخارج ويسعى للاندساس وسط إخوانا الأقباط ويسعى لإشعال الفتن المسألة أكبر من مريناب المسألة أن هناك مصر معرضة لمخطط كبير جدا هذا المعرض إذا ما تركنا أهوائنا تحكمنا أو التفسيرات السطحية هي اللي بتحرق وتوجهنا إحنا هنخسر بلدنا ده معنى أن إحنا قريب هنعرف نتائج لجنة تقصي الحقائق أكيد اللجنة دي بالرئاسة المستشار عمر مروان يعني كذلك حدثين فتنة طائفية قبل كده وما سمعناش النتائج أنا أعتقد أن المرة دي الأمر مختلف المستشار عمر مروان اللي هو رئيس الأمين العام للجنة أو رئيس اللجنة هو كان أمين عام لجنة تقصي الحقائق اللي حققت في موقعات الجمل وأعتقد أنها وصلت إلى حقائق سيرة جدا وأعتقد أنها أحالت بحيادية كل المتهمين الذين نحكموا وإحنا بنشوفهم يتحكموا الآن إحنا نعندنا ثقة في رئيس هذه اللجنة وفي أعضاء اللجنة وهم نزلوا على الطبيعة وشافوا كل حاجة وأتصور سنسمع قريبا الحقيقة الكاملة علشان ما حدش يزايد ويقول هنا كان فيه كنيسة ولا ما كانش هنا فيه كنيسة يا رب سيد محمود بكري كتب صحفي ورئيس تحريق تنفيذ الجريدة الأسبوع وشكرا حدثنا شكرا شكرا مشاهدينا معينا تقرير عن المجلس الأعلى للثقافة هو أقام حفلة تقبيل الروائي خيري شلبي وده كان بحضور عدد من النقاط والكتاب وروائيين ووزير الثقافة هنشوف التقرير ونركع نكمل فقراتنا اشتركوا في القناة